الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان السادسة بتوقيت العراق وهذه نشرة مباشرة عبر قناة الفلوجة والبداية بأبرز العنوين تصعيد قرب الخضراء يخفض الحلول رافض النتائج يسقطون حواجز كونكريتية تلويحا بإمكانية الاقتحام خرقة مخمور توقض البحثة الأممية إدانة للهجوم وتعاطف مع الشهداء والكاظمي يتواعد لن يمر دون قصص في يومهم العالمي وصراعة والحروب تتسبب بإعاقة نحو أربعة ملايين عراقية وقفات وندوات للمطالبة بحقوقهم أهلا بكم مشاهدين مجددا والبداية من تطورات المشهد الاحتجاجي أمام المنطقة الخضراء حيث أقدم محتجون رافضون لنتائج الانتخابات على إسقاط حواجز كونكريتية تابعة للمنطقة المحصنة في محاولة لدخولها وأظهر مقطع مصور إسقاط الحواجز كونكريتية ضمن الخط الأول عند بوابة الجسر المعلق في محاولة لدخول المتظهرين المحتجين على نتائج الانتخابات إلى المنطقة الخضر وكانت القوات الأمنية قد أغلقت جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد بالكتلة الكونكريتية والذي يربط بين صاحة التحرير والمنطقة الخضراء ويأتي إغلاق الجسر في وقت سابق تزامنا مع تظاهرة للمحتجين المعترضين على نتائج الانتخابات أمام المنطقة الخضراء فيما أسموه بجمعته الصمود حيث رفعوا فيها لافتات تنادد بدور مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت في العملية الانتخابية الأخيرة وما أعقبها من إحاطة أمام مجلس الأمن وفي الأثناء أعلنت اللجة التنسقية لرفض نتائج الانتخابات رفضها القاطع لمخرجات اللجة التحقيقية بأحداث محيط الخضراء وأكدت اللجنة ثقتها بنزاهة وعدلة القضاء العراقي بكشف قاتلة المعتصمين داعيتنا المتظاهرين فيما أسمته بجمعة الصمود إلى الثبات والصبر لتحقيق مطالبهم حسب نص البيان سياسيا كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري عن شرطين وضعهما زعيم الطيار مقتدى الصدر أمام مشاركة قادة الإطار التنسقي في الحكومة المقبلة يتمثل الأول بتسليم سلاح الفصائل المسلحة إلى الحشد الشعبي أما الثاني فيشترط مكافحة الفساد وكدم حاسبة الفسدين في جميع الحكومات وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري في بيان له إن الصدر دعا خلال لقاه مع قادة الإطار التنسقي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري دعا إلى حكومة أغلبية وطنية وضح المطيري أن الصدر لم يذهب لمنزل العامري من أجل تفاهمات حكومية وإنما لسد الذريعة على من يقولون أن السلم الأهلي قد يتعرض للخطر هذا وصفت أوساط سياسية مقربة من تحالف الفتح لقاء زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر بالإطار التنسقي وصفته بأنه ضرب للمخططات السعية لضيع الأكثرية من جانبه قال عضو تحالف الفتح عباس الزاملي أن مخرجات اللقاء بين التيار والإطار ستجعل من تشكيل الحكومة المقبلة مرجحا تشكيلها بوقت أقل مقارنة بالحكومة السابقة دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارساني إلى حكومة أغلبية سياسية عاد الحكومة التوافق استمرار للأزمة السياسية الراهنة وأوضح أعضاء في الحزب أن كل الدول الديمقراطية توجد فيها معارضة وجهة مشاركة بالحكومة مبينا أن مهمة المعارضة واضحة وهي تصحيح وتقويم الأداء الحكومي في حين أن حكومة التوافق تعني أن عمر الحكومة الحالية لن يطول مثل ما حدث في حكومة عاد العبد المهدي لذلك فإن الحل الأنسب يكمن في حكومة أغلبية سياسية لم تتجاوز العملية السياسية مفترقة طرق بعد لكن لقاء الفرقاء السياسيين رجح خيارات واستبعد أخرى فيما يدور الحديث حاليا حول توحيد الرؤى فالخلاف ليس على تشكيل الحكومة وإنما على هويتها ورؤيتها السياسية بعد مضي أكثر من شهر على أجراء الانتخابات وهي فترة شهدت تقلبات في الطروحات السياسية المتعلقة بالحكومة المقبلة وشكلها واسم المرشحين لرئاستها يدور الحديث حاليا حول صيغة حكومية يجري العمل على انضاجها في الكواليس لكي تحظى بأغلبية الأطراف السياسية في هذا الإطار جملة مؤشرات برزت على الساحة السياسية لا سيما حديث بعض أطراف الإطار التنسيقي عن أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية تضاف إلى تقاربهم مع الصدر الوضع السياسي بحاجة إلى هكذا حوار وهكذا جلوس ما بين الأطراف الشيعية لكي يتم الانطلاق لتشكيل الكتلة الأكبر ما بين هذين الطرفين حتى يتسنى إلى الأخوة الكرد والسنة لدخول معهم في مباحثات مصادر قريبة من الطرفين كشفت للفلوج أن التوافق الأولي يقوم على تشكيل حكومة توفقية بنكة الأغلبية وأن اللقاء ناقش عدة ملفات أهمها تشكيل حكومة جديدة حكومة قوية مناقشة أهم الملفات التي ستتحمل مسؤولية هذه الحكومة ومواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية بالمجملة التي تتهدد العراق وبالذات القضايا الداخلية القضايا المعاشية القضايا التي تؤثر على الناس وحركة المواطنين وحركة حياتهم وإزاء هذه المؤشرات والمعطيات يخشى كثيرون من أن تؤدي عملية تذليل العقبات الأخيرة التي تسبق إنجاز التسوية إلى تعثرها وهو ما قد يعيد الأمور إلى المرضع الأول لتنطلق من جديد جولة جديدة من المفاوضات بحثا عن مخرج توافقي يسمح بتشكيل حكومة ترضي الأحزاب أما الشارع فيرفض كل ما يطرح في كواليس السياسة ويتطلع لحكومة تحقق تطلعاته وتنهض بواقع العراق من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي أمنيا نفادت مصادر أمنية في صلاح الدين باستشهاد إمرأة وعصابة اثنين من أشقائها بهجوم مسلح على منزلهم في الأطراف الغربية لمدينة تكريت المصادر أوضحت أيضا أن الهجوم نفدته مجموعة مسلحة ترتدي أقول زيا عسكريا يشتبه بانتماء عناصرها لتنظيم داعش الإرهابي مبينة أن المجموعة هاجمت المنزل بأسلحة رشاشة في قرية الحزم غرب أقول جزيرة تكريت وهو ما أصفر عن استشهاد ابنة صاحب الدار وإصابة اثنين من أشقائها وفي نينوى استشهد سبعة من مقاتل قوات البشمركة وثلاثة مواطنين بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابي داعش في إحدى القرى التابع لقضاء مخمور وفد مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت على دورية قوات البشمركة في قرية خضر جيجة ما أدى إلى استشهاد سبعة مقاتلين على الفور بينهم ضابطين وكان إرهابي داعش قد شنوا في ذات الليلة هجوما مسلحا على القرية ما أصفر عن استشهاد ثلاثة من سكان القرية واثنين من قوات البشمركة أدن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي هجوم تنظيم داعش الإرهابي على قوات البشمركة ومجموعة من المدنيين في قضاء مخمور شددا على أن هذا الهجوم لن يمر دون القصاص العادل من الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان الكاظمي أكد أن قوات البشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لتأمين المدن والمناطق لافتن إلى أن العصابات الإرهابية بعد أن منيت أقول بهزائم كبيرة تحاول بشكل أو بآخر تنفيذ أعمال غادرة فيما شدد الكاظمي على ضرورة رص الصفوف وعدم التهون أو الاستهانة بجيوب عناصر عصابة داعش الإرهابية من جانبه دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى ضرورة إعادة النظر في خطوط الدفاع لقوات البشمركة وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي في قضاء مخبور وشدد بارزاني في بيان على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية أمام أي تقصير إلى جانب إعادة النظر والتدقيق في شؤون قوات البشمركة وخطوط الدفاع في المناطق المستهدفة مؤخرا وفي ردود الفعل الدولية أدنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أدنت الهجوم الذي تعرضت له قوات البشمركة ومجموعة من المدنيين على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مخمور وأعربت الأمم المتحدة في بيان لها عن تعازيها لذوي الشهداء فيما أكدت أن تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بات ضروريا في المعركة المستمرة ضد الإرهاب ليس بعيدا عن الشان الأمني حيث أكدت تحالفه الدولي وانسحاب قوته القتالية من العراق والسوريا بحلول الحادي والثلاثين من كانون الأول الجاري مشيرا إلى تحويل مهام قواته في هذين البلدين إلى تقديم المشورة والدعم الفني جاء ذلك خلال اجتماع عقده كبار الممثلين في التحالف الدولي بالعاصمة البلجيكية بريكسل بحثوا خلاله مكاسب التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا لافتين إلى أن مهام التحالف في العراق وسوريا سوف ترتكز على تقديم المشورة والمساعدة والتمكين ما تزال تدعيات الخرق الأمنية الذي عصف بقضاء المقددية في محافظة ديالة تلقي بأثارها على مئات العائلات النازحة التي كانت ضحية للإخفاق الأمني في حمايتها من تلك التدعيات المزيد في سيق هذا التقرير عائلة أم خالد واحدة من مئات العائلات التي نزحت من قضاء المقددية شاهدة على أكبر مأساة حلت بقرى نهر الإمامة أم خالد تروي لنا ما حل بها قبل وبعد فترة النزوح وما آلت إليه الظروف وما صنعت بهذه العائلات من حاجة وعوز أمام أنظار الحكومة التي اكتفت بدفع مبلغ بسيط لا يسد رمقهم لشهر واحد طلعنا بطرق عبينا وهذه عباتة طلعت بها كل ما حصلنا وطلعنا لتراكض ونخوف وقلق يعني بابنا طلعنا جهالنا ويعني وجئنا على المنطقة من نايا وحصلنا وقاموا يلبسونا والله منعتهم ونطونا وساعدونا والله قاعدنا بيت يعني جار 150 البشار بس شنه القاع مارت خايسة يعني يطلع منها رمو وعقار يعني بسنا بالله تعبانين يعني رواحنا طالعه يعني لا شارة قاعدنا بي وين نروح وين نطو جوهنا والله تعبانين يعني وملائها سعد ثلاث جهال بالمدارس يعني الخاطئ المالها 25 بالشهر وكل واحد على 25-25 على نظرين على نفسنا يعني جانجوع ونودنا جهالنا من المدارس أكثر من 300 عائلة نزحت إلى بعقوبة وحدها يسكن أغلبها في هيكل ومنازل متهالكة غرب بعقوبة وتعتمد على المساعدات الإنسانية التي بدأت بالنفاذ والأبوادر بعودة هذه العائلات في الوقت الحالي لتبقى وسط معاناة مستمرة أكثر من 300 عائلة نزحت أبان الأحداث الأخيرة من قضاء المقدادية تعيش حالة مساوية مزرية جدا في مناطق القاطون وحي المعلمين الناس الخيرين قد تبرعوا بدورهم لدخول هذه العوائل وسكناها في هذه المناطق أيضا تبرعات من قبل الأهالي منظمات إنسانية بالتنسيق معنا قامت بالتوزيع لهم اليوم نحتاج إلى أرجاع هذه العوائل إلى سكن ونحن مقبلين على فصل الشتاء وترفض هذه العائلات العودة إلى مناطقها في ظل الظروف الأمنية الراهنة وعدم وضع حلول كفيلة لتأمين مناطقهم من أعمال عنف قد تتكرر في أي لحظة معاناة مستمرة ومستقبل مجهول لعوائل هجرت قسرا ولا ذنب لهم سوى أنهم اتهموا بجريمة لم تقترفها أيديهم من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة في موضوع مغاير أعلن وزير الكهرباء عد الكريم جهزية العراق للربط الكهربائي مع تركيا مرورا بإقليم كردستان مشيرا إلى أن العراق سيبدأ بتصدير الطاقة الكهربائية خلال أربع سنوات جهدرك خلال استقباله وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان في العاصمة بغداد مشيرا إلى وجود خمسة ألاف ميجاوات من الطاقة النظيفة ومعربا عن أمله بوصول إنتاج العراق من تلك الطاقة إلى 12 ألف ميجاوات في المراحل المقبلة وأوضح كريما أن الصيف المقبل سيكون أفضل من حيث إنتاج الطاقة بعد عوام أهدرت فيها مليارات الدولارات بالاعتماد على الطاقة والغاز الإيراني يخطو العراق هذه المرة خطوات جدية للبحث عن بديل للمصدر الأحادي للكهرباء بفتح أبواب هذا السوق لدول الخليج وتركيا فيما يعد الاكتفاء العراقي من الطاقة خارج نطاق الخدمة منذ مطلع عام 2020 اتجه العراق صوب دول الجوار وبالتحديد نحو تركيا لإنهاي أكثر ملفات تعقيداً الذي يتمثل بالطاقة الكهربائية وزارة الكهرباء الاتحادية أعلنت استكمال إجراءاتها النهائية لعمليات ربط الخط الناقل من تركيا مروراً بإقليم كردستان مشروع سيزود الشبكة الوطنية بطاقة كهربائية إضافية لمحافظات عدة جنوب البلاد حددنا المسار حددنا نوعية HVDC وكملنا باقي على أعمال تقنية بسيطة جداً إن شاء الله نحن في مفاوضات مستمرة يومياً نرشبه يومياً معهم إن شاء الله نصل إلى حال قريباً الخطر التركي كما لو تم ربطه ونحتاج إلى فقط موافقات أصلية من الحادة الأوروبي لأنه موضوع التركية منطقة للحادة الأوروبي يحتاجون إلى موافقة حتى يربط مع الخطر العراقي وتعاني البلاد من أزمة نقص حادة بتجهيز الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف إذ ينتج العراق الآن 19 ألف ميجاوات بينما يحتاجوا فعلياً إلى 30 ألف ميجاوات متخصصون يرون أن خيارات استبدال استيراد الطاقة الكهربائية من إيران وربطها بدول خريجية وتركيا ستعزز وتنهي أزمة امتدت لعقود طويلة إن التجهيز من الأقليم باتجاه بقية أجزاء العراق موجودة من 2011 لحد اليوم حيث باحتنا المواضيع التي تفيد الطرفين وتطوير العلاقات بين الوزارتين من أجل تقديم أفضل الخدمات ومنذ عام 2003 إلى الآن أهدرت مليارات الدولارات على إصطاع القطاع الكهربائي الذي يمثل شرياناً مهماً في حياة المواطنين ليكون مشروع الربط القادم من الخليج وتركيا منفذاً وأملاً بانفراجة قادمة قد تتبعها انفراجات سياسية وأخرى اقتصادية من أربي البشارة الحسن قناة الفلوجة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة طالب ذوي الإعاقة في العراق الحكومة بتطبيق الاتفاقية التي وقعت وصدقت عليها دول العالم والتي تخص منح ذوي الإعاقة الحقوق كفى بالإضافة إلى إصدار قانون خاص بهم يضمن حمايتهم وحقوقهم هذا ويفتقر العراق لبيانات رسمية دقيقة حول أعداد الأشخاص الذي من ذوي الإعاقة إلا أن التقديرات تشير إلى وجود ما يزيد عن أربعة ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ربعهم ضحايا الصراعات والحروب التي شهدتها البلاد منذ ثمانيينيات القرن الماضي نطالب من الحكومة أن تطبق الاتفاقية التي وقعت عليها وصادقت عليها أيضاً ونطالب أيضاً أن تصادق على البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية لأنه بروتوكول ملزم هذه الاتفاقية تشمل التعليم والعمل والمجتمع وسهولة الوصول وكل الأمور تتعلق بذوي الإعاقة وإصدار قانون خاص بذوي الإعاقة هو قانون 38 لسنة 2013 أكثر شيء يعاني منه شخص المعاقب بشكل عام وشخص المعاقب بصرياً بشكل خاص من الوصمة الاجتماعية أو النظر الاجتماعية اتجاهه لأنه يوجد جهل مطبق حول قدراته وإمكانياته اللي يتمكن ممكن يكون أفو نافع ومنتج بالمجتمع ونتيجة لهذا الجهل هناك قصور جداً كبير بعملية التنشيئة الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة بصفة عامة صحيحنا حالياً أحسن من الأجيال اللي قبلنا اللي ما كانوا يتوفر لهم أي فرصة للدراسة فرصة للعمل ولكن احنا بعد أيضاً نحتاج احنا إلى حد الآن معهد النور للمكفوفين يعاني من إهمال إلى حد الآن بالجامعة إذا مثلاً أريد أدرس لازم فد معاملة طويلة عريضة فقط حتى يثبتون أنه أنا صالحة للدراسات الإنسانية طريقة اللي عندنا متوفرة عندنا إحنا الفاقدين للبصر هي طريقة برايل فإحنا هاي الفكرة يعني موجودة من زمان فحبينا أن نطبع هذه الكتب لأن صراحة طبعاتها شوي صعبة يعني لازم نهيئ طابعات وأوراق خاصة فالحمد لله أنا أتقن طريقة برايل كتابة وقراءة فطوعنا نكتب هذا الكتاب لطلاب معهد النور المكفوفين الأول الابتدائي صف الأول الابتدائي في بغداد طلب تجمع المعاقنة في العراق طالبوا بضرورة تنفيذ الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الحكومة في عام 2013 لحماية حقوقهم في مختلف المجالات نتابع نحس نفسنا أنه يعني مهمشين ولحد الآن ما مطبقين أي جزء من القانون احنا عدنا بالعراق لحد الآن صفر يعني بالنسبة للدول الأوروبية هناك تشوفين هناك مهتمين بأشام حتى الطرق حتى الأمور الأخرى أنه حتى طريقة برايل للمكفوفين هناك تشوفينها بأبسط مثال بالطائرة يعني بالمطار هناك كل شماكو يعني أي شيء ما مطبق حتى الطرق غير ميسرة نهن جميع المعاقين بيومهم العالمي الذي صادف من كل سنة 3 ديسمبر ونأمل من الحكومة أن تنفذ الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها سنة 2013 وبرزها قانون 38 ختاما حيث يشكل عدم التخصيصات المالية واحدة من أهم المشكلة التي تواجه أي مشروع في العراق إلا أن إدارة محافظة كاركوك تمكنت من إعادة قيمة المخصصات والتخصيص ميزانية استثنائية لإزالة النفايات وتنظيف المحافظة رغم انخفاض قيمة المخصصات المالية لإزالة النفايات طوال الأشهر الماضية فإن إدارة كاركوك تمكنت على أقل تقدير من احتواء الأزمة فالمليار دينار الذي حذف أي أن كانت أسباب إزالته لم تتمكن النفايات من ملء فراغه فأناقة المحافظة استمرت بإمكانيات ذاتية ما يدفع لك في النفايات لا يمثل السودس ما تحتاجها المدينة هذا السودس أثر على كمية النفايات المرفوعة وعلى الإيجار وعلى العمال بذلك ذهبنا إلى البحر على مصدر آخر للتمويل نحن اليوم تقريباً امتهينا من مشكلة تمويل رفع النفايات في مراحله الأخيرة نأمل أنه في الأيام القادمة سنتعاقب مع شركة التنظيف جزء من المدينة ويبقى جزء آخر عن المحافظة اليوم وبعد تضافر جهودها مع الدوائر ذات الصلة تمكنت الإدارة من إعادة قيمة المخصصات مرة أخرى ميزانية استثنائية ستذهب بها المحافظة للتعاقد مع شركة متخصصة في التنظيف ومن المقرر أن تباشر تلك الشركة عملها خلال الأسبوع الحالي المحافظة خلال الأيام القادمة سيتم اتخاذ إجراء في مسألة تنظيف المدينة التي كانت واحدة من التحديات الكبيرة لكاركوك لأنها لا تمتلك الصلاحية والتخصيص المالي بجهود الإدارة والسيد المحافظة ومتابعة المستمرة مع وزارتي التخطيط والمالية والبلديات حصلت على إذن لتخصيص مبلغ لتنظيف المدينة بما يتزامن مع حملة الإعمار في كاركوك كاركوك ليست هي كلام نتحدث به بإمكان الزائرين لمحافظتنا العزيزة يتجولون بها ويشاهدون حجم التغيير هناك مشاريع بنسبة 80% أنجزة تأمين المنح المالية سيسهم في حل واحدة من التحديات الكبيرة في ملف التنظيفات وضمان مستحقات كاركوك كان واحدا من العوائق التي تقف في وجه الإدارة والبلدية على حد سواء وما إن تحققت اليوم ينتظر أن تعود صورة المدينة التي تتناسب وحجمها التاريخي والحضاري لقناة الفلوج عبدالل العامري كاركوك بهذه المراسة لمشاهدين نصل إلى طيئ أوراق الموعد الإخباري ونذكر بأبرز عنوين تسعيد قرب الخضراء يخفض الحلول رافض النتائج يسقطون حواجز كونكريتية تلويحا بإمكانية الاقتحاب خرقة مخمور توقظ البعثة الأممية إدانة للهجوم وتعاطف مع الشهداء والكاظمي يتواعد لن يمر دون قصص في يومهم العالمي والصراعات والحروب تتسبب بإعاقة نحو أربعة ملايين عراقية وقفات وندوات للمطالبة بالحقوق مشاهدين للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويتيوب واستجرام دمتو في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة